خلال انعقاد كونسيستوار خاص في القصر الرسولي في الفاتيكان أعلن البابا فرانسيس قداسة ستة تباويين جدد أربعة رجال دين وراهبتين على أن يتم الاحتفال بإعلان قداستهم في الرابع عشر من تشرين الأول المقبل والقدسون الجدد هم البابا بولوس السادس من موليد إيطاليا في السادس والعشرين من أيلول عام 1897 توفي في كاستل جوندولفو في السادس من آب عام 1978 الأسقف الشهيد أسكار أرنولفو روميرو غالداميز وهو رئيس أساقفة سان سلفادور من موليد سلفادور في الخامس عشر من آب عام 1917 قتل في سان سلفادور في الرابع والعشرين من أذار عام 1980 الكاهن الأبراشي فرانشيسكو سبينيلي مؤسس معهد راهبات سويري أدوراتريسي دل سانتي سيمو سكرامانتو من موليد ميلانو في الرابع عشر من نيسان عام 1853 توفي في إيطاليا في السادس من شباط عام 1913 الكاهن الأبراشي فانشينزو رومانو من موليد الثالث من حزيران عام 1751 في طر دالكريكو حيث توفي في العشرين من كانون الأول عام 1831 ماريا كاتيرينا كاسبر مؤسسة معهد بوفيري أنشيلي دي خيسو كريستو من موليد السادس والعشرين من أيار عام 1820 في ألمانيا حيث توفيت في الثاني من شباط عام 1898 نازاريا إنياسيا للقديسة تيريزيا ليسوع مؤسسة جمعية راهبات ميسيونيرا سكروزاداس ديلا إيجليسيا من موليد إسبانيا في العاشر من كانون الثاني عام 1889 توفيت في الأرجنتين في السادس من تموز عام 1943